موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من قطع أية أسيلة سنجعله مع بعض المشوق المعسل او لا فهم شوه كل واحد كفاهية يطلق لكي نفعل هذه الكيفية لدي هنا 250 غرام زبدة ولماء القارين كما تحب لدي كاس الكوكا ومحمص ونرح يخشين كما نفعله برا كما نفعله الداخل لا نفعله شرقيق الداخل كما يفعله نحن نفعله هكذا يخشين هذه المرة نزيد معهم ثاني نصف ستانشة اللي هي الميزينة لدي كي تتعرف السكو كريستاليزة هنا لدي كمشة الكوكا لكي ندكوري من فوق كي نفعله ثاني سوريز كونفي كي نفعله اللوز كما تحب تدكوري من فوق كي نفعله قليلا لدينا 4 أحبات البيض فرينا نحس بالحاجة لدي العروم اللوز حلو نضعني ومصفكي الخمالات حلوة قنصة الملح وكي ندكوري نبدأ بسم الله اخذ الريسيبيون نحي صفار البيض ونضعه واحده في طبصي واحده اخر لديك هنا اضعت 4 صفار البيض اضع عليهم هذك النشا نصف كاس اضع السكر اضع كاس اضع الزفدة تكون بدرجة حرارة المطبخ اضع مقارين اضع الزفدة اضع الزفدة مغرفة صغيرة اضع عفر اللوز مغرفة صغيرة نصف مغرفة مغرفة وقصة الملح خلطة كاملة مع بعضهم ثم نضع الكاوكا والفارينا والعليمير حتى تحصلوا على الجنطرية مغرفة 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 حتى تبقى خلطة مغرفة ذو ذو المسكت اضع الزفدة مغرفة انا خليتها شوية طريقة على هذه انفو خليتها فشوفوا كيفاش تعاود تنشف تعاود تشد روحها تجيكي شغول مبسة متلقيها طريقة وتشد روحها كي تديري هكذا دي بولات تقدري تديريهم شوفوا يتحلو لك بالصح ديريهم غير هكذا بركي تعاود تسجم لك عايلك ديري هكذا دوكا كامل دي بولات خليها ترتاح شوية ماشي بزاف خمس تقايا خمانطا ديريها هكذا بين يديك دوريها وديري بولات كما تحبيتهم تحبيتهم صغار تحبيتهم صغار تحبيتهم كبار تحبيتهم كبار تحبيتهم وزني تحبيت عينك هي ميزانك انا والف نخدم هكذا عيني هي ميزاني قلت لك هكذا ما تقدرش تكوريها جوعا تتحلك تديري الهاغل هكذا برك هذه هي la consistance المصتع لعبات التعنا نقايا عالية كبيرة وتبتم تخدم لك ديري كامل هكذا دي بولات بعد نعود ندكوريهم باية ذو البلد والكوكا وهذاك اللي وريته لكم حمص شوية ويكون خشين ويكون خشين هذه العجينة التعبت ما كورتها جوني الهنا 40 حبة دوقها نحكم البيض سوف نحطيها في العجينة ودوقها نحكم البيض وخلطيها هكذا بالفرشيطان أنا خلطتو ديجال هنا شوية دوق حكمي هادو كل كورات وحطيه هنا الداخل مرغيهم هكذا في البيض ومبعد حكمي ننفضي هكذا شوية لكسي وحطيهم في الكوكاو ومبعد حكمي الكوكاو ورمضي فيه العجينة لك وحطيهم جاء كثيرا في السنوة رمضي مليح تقضي الضغر يدك هكذا عليه باش يشد بيان تانيك ها بلك ما يتنحلكش تجيك الحبيبة هكذا احكمي السنوة ديريها هكذا هنا نحطي الفارينة ونحيك لكسيطة على الفارينة اخذ ميهم كامل هكذا كامل هكذا في الكوكاو في الكوكاو وخشين عرضي حكمي البعياد البيت وحطي فيه هدوك الحبيبة الكوكاو هنما تحطيهم هكذا هكذا هدو ثم اللوش لنفضو بيهم لنفضو بيهم بطاطا مقلية كل حاجة حطي لهم هكذا شوية تاع البيت باش يشدوا لك هدوك الكوكاو والداخل احسب عقس الحبيبات وحطي هكذا وحطي تنسيريز كامل هكذا الداخل دخلي هكذا بالعقد وعلى ثم تشعلي الكوكاو على 180 درجة وطيبين انا دخل نكمل كامل هدو العملية ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله كيف اشمع السلورة هناك العجينة عباد ما كملتها ورمتها في الكوكاو دخل الهناية تضعها في السنيوة تضعها قليلا برق جوزة على الحبيبات كامل قليلا برق لكي تضعها في الكوكاو ولكن فيها الخميرة لا تنشق لك ولا تحب المشقوق برق تجعلها في مراهن انا دخلها 180 درجة تضعها لا تنحيها تضعها تضعها قليلا برق ونحيها ونعسلها مع بعض نشوقتها رغوطة نبدأ العسل اخذ العسل غليها مليح غلي العسل سخنيها مليح حتى تغلي عسل عادي تضعها 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 ونبدأ تضعها 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 وتضعها فيكس و تقدمه تجعل هذا المشروبك تخبيه يشد بالزافحة لشهر لا تخاف عليه و تحبه يسربه و تقدمه لأفرد العائلة و تضيفه و تضيفه و تضيفه و تصفيه و تقدمه و تشقق لك و تشقق و تضيفه و تضيفه و تضيفه و تضيفه و تضيفه و نكمل كامل و نجعله يقطر و نضيفه في كساته و نجعله في طبق تقديم إن شاء الله لتوقفه هذه مستجلهة و تضيفه و اضيفه و أضيفه و تضيفه و سوف يجعله و تصفيه و عمله و كثير سأتيجم معك لكي ترى كيفه جاد يأتي كأنه مخدمته كامل اما بالكوكو كامل اما باللوز كامل سوف نقسم معكم واحدة ها لكي ترى كيفه ما شاء الله علاقة لكم ترى كأنها مخدمة كامل بالكوكو ولا باللوز هذا العسل يشربه كامل وتخرجه لكولا ويأتي الشيش ما شاء الله تمنى ان شاء الله هاتي الوصفات تعجبكم ولا عجبتكم ديروا ليجمعنا فيديو ابنوا للقناة بيش يوصلكم كل جديد تانا وبحتجوها مع الأصدقاء والأقاري بتاعكم وإلى اللقاء في فيديو واحدة اخر ان شاء الله